صباح الخير او مساء الخير يا برج الهوت. فهنبدأ في برج الهوت القراءة العاطفية. وان شاء الله خير بازن الله ان شاء الله. تعب نشوف الطاقة العامة لبرج الهوت وللشريك كمان. ده بحبك قوي. بحبك قوي قوي برج الهوت يعني مش زار. ده عايز عايز بجد يعني. عايز بداية جديدة. عايز بداية حقيقية. بداية بقرار. فعلا هو شكله كان بيستهبل مثلا كان بيتلقع معك كان بي مثلا تقوله ازاك يرد عليها بعد يمين. مثلا يعنيLeشخص ده عايز تباعد اللي ما بينكو ده ينتهي بقى بالزبط. احنا بنى تباعد. بنكلم بعض في الاحلام. على فكرة هو بيحلم بيك ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى في عالحصانة بيض وقال لا لا ممكن يكون بيحلم بيشوفك مثلا في لقطة في الحلم كده فعايز ياني يتباعد ده بقى وفرصة جديدة نبدأ بقى فرصة جديدة بقى ونبطل بقى أنا بادئ بجد شخص ده تقريبا زي ما قلتلك كان مخب مشاعره كان قافل على مشاعره وحططها كده جنبه وبيرفضك بيصدق فأنت ازهقت قلتلو خلاص يا عم بقى لما انت خلاص شكرا يلا عم نروح بقى خلاص اهو انا حكمت بالعادل لانا جايلك ولا انت تروح لي وسلام عليكم وعليكم السلام وانا اروح له يشوف لي بقى حد تاني بديلو الحب اللي عندي ده بقى ما خلاص بقى خلصت صاح من النم ملاقش انت مشاعرك زي السام انت ممكن تكون لما هو يجيلك انت هتبقى فرحان قوي بس انا هقولك انت هتبقى فرحان بس في نفس الوقت هتباين بقى طبعا بقى برج الحوت لما كرة تيجي في ملعبه بيتاني جبا هتبقى فرحان وسعيد جدا ولكن ممكن تكون مثلا يعني مش هتتغر ولكن هتقول معلمه درس معلمه درس هو يعني 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 يسيبني ويمشي و اه شفت شفت اه انت تعبان قوي يا برج الحوت تعبك قوي 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 تعبك قوي انت كمان بي انت تشافيت انت تتشافع انت انت انتظرت رجوعه كتير قوي الشخص ده قلمك بطريقة ما تتصورش الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة بس ممكن تكون مثلا رائبته مثلا فلقيته بيعرف ناس تانية وانت بتتكلم معاه طب يا عمي انت بتكلمني وبتكلم ناس تانية طب يا سيدي ما تفهمني حقيقة مشاعرك ده ايه لا ما بيردش وعندك انت عندك حليل شديد قوي لي مع انك واخد العشر صيوف بس برج الحوت بحنامل في ايه القلب الطيب ده نعمل في ايه طيب وخلي بالك هو شعر ان انت انت الحب الحقيق انت الحب الحقيق ما تخافش انا عارفة ان برج الحب يندم جدا على الحاجات الديها للشخص مثلا اديت اهتمام اديت ايه حاجة ما تخافش الكرة في ملعبك انت انتظرته كتير قوي قوي انتظرته يتعدل مرة واثنين وثلاتة اديت له تنبيهات مرة واثنين وثلاتة لغاية ما قلت بس كفايا عشر صيوف كتير قوي يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي الموضوع تقوله مع السلامة بقى كفايا كفايا بقى انا خدت عشر صيوف في الضهر يا اخي وانتظرتك بني فيك كفايا بس بينو بينك التوحشني يعني حرام بقى فانا متفقلة بالكرتين دول لان هو عايز يجي بس هو محتر شوية بس نييته حلوة هو نييته حلو ده يجده بقى لا انا هقولك بحبك بجد والله مش هقولك الكلمة اللي أقولها بيه خراكة تبقى بفتيك لا 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 هي بحبك هي بحبك طب هو شايفك ازاي شايفك هو شايفك عرض بس عرض هو مش حوار كبير ولا صغير بس هو شايفك فرصة تمام فرصة انت فرصة 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 حلوة بكل النواحي بقى انت فرصة حلوة فرصة شكلا وشايفك ان انت شخص يعني ينجذب جدا وان انت كنت مقدم له عرض حلوة قوي يعني هو شايفك فرصة وشايفك العرض كمان انت كنت مقدم له عرض صادق مش اللي هو اي كلام بس عرضك كان صغير يعني اللي هو كنت داخل اه بس مش قوي كنتش داخل معه قوي بس هوريفور يعني انت برضو شخص جزير قوي وشايفك فرصة شايفك فرصة فرصة حلوة فرصة مش اي كلام يعني في المقابل انت شايفه الكونج أوف سوردس طاقة الهوائية غالبة قوي لك جامد اه في المشاعر قوي بيخب مشاعره ودايما دايما كلامه تقيل يعني وتحس ان هو انا اسفى في كلمة غبي يلا غبي غبي في تصرفاته ومش بيوزن مش بيوزن تصرفاته ممكن يرفع سيفه على اي حاجة اي حاجة رافع سيفه يعني ايه عم طب ما تاخد لها ما باخدش ود طب لي انا عملت لك ايه لا ما باخدش ود انت شايف ان هو جامد المشاعر بس هو مش جامد المشاعر يا برج الحوت الظاهر والله اعلم ان الشخص ده كان عنده ازمة كمان الشخص ده كان عنده ازمة وبيحلها ده كان سبب التباعد ان هو كان عنده ازمة والازمة دي كانت نخليها كده ممكن تكون ازمة مالية او ممكن تكون كنتو في علاقة سلاسية وهيتخلص من الطرف التالت ويجي لك هو كان عامل الوش ده لانه مكنش عارف يعمل ايه يعني اروح لده ولا اروح لده وكان محتار هو شخص محتار مش عارف يعمل ايه طيب انت يا عم انت اللي عايز تقدم لي كاس الحب انت انت بقى هتعمل ايه ويال فرصة ايه ايه مش الفرصة ايه اللي بيفكر يا ملو هو 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 ندمان جدا قوي ندمان لدرجة انت متى تخيلهاش وانا عارف ان فيه ناس تقول لي لا 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 ده عمره مبقى ندمان مش بيبين بص انت شايفه ازاي دي اللي انت شافه ده حقيقي هو ده اللي بيزهره للناس انا جامد انا قوي انا ايه ولا تقصر معي ولا ولا ايه حاجة الخطوة اللي هياخدها انه ندمان قوي ممكن يكون هيرجع بس هيرجع وهو مخزول ومكسوف منك لان انت مقابله بلافرز انت بتحبه بابل الحوت قوي مسلا مش عارف اقول لك ازاي بقى يلا فهو لما يرجع الخطوة ان هو عايز يرجع بس ما هيبقى مكسوف يعني ممكن يتكلم معك بس اللي هو يتكلم ايه مسلا عامل ايه ازاي مسلا متكلمش كلام مباشر تمام يعني حتى هنا شخص مخبي مخبي مشاعره فهو ممكن يرجع ولكن هيرجع اللي هو مش مش الرجوع اللي هو ايه مسلا انا يلا نجوز دلوقتي او يلا نرجع دلوقتي حالا لأ هو هيبقى مكسوف قوي وبيترقب انت هتعمل ايه لانه شخص ده شكله اا عنده كبناء عالي قوي قوي يعني مش زور ويحبش حد يجراحه ولا حد لو برج الجوزاء يبقى لانا بقوله ده صح اه بالزبط اهو شوف الكارت التالت كانت علاقة سلسية كانت علاقة سلسية زي اللي انا قلت بزبط فيه كرار هو خده الشخص ده يا اما اختار طرف غيرك في الاول خالص وبعد كده تبين لي ان الطرف ده ايه كلام وينها العلاقة دي كان كان في علاقة كارما شخص ده كان في علاقة كارما لو انتم متعرفوش فممكن يكون في علاقة سلسية كانت فيه علاقة كارما شخص ده عايز يجي عشان شايفك الاستقرار شايفك ان انت ممكن بص بقى سمعي من البيج اوف بانتكلز للكينج انت انت البرنس شوف انا لفت انا لفت على كام واحدة ورجعت لك انت في الاخر انا شفت كام رجل ورجعت لك انت في الاخر فهو عايز الاستقرار بس لو رجع هيرجع كده عشان ما تستغربش مش هيقول مشاعر خالص هو الاول هيجس النبط مساء الخير مساء النور عامل ايه او عامل ايه متعرفش نعمل ايه اصلي الفوتة السوارة عمالها تعيط والفوتة الكبيرة الام مش لقية بس هو ده اللي هيقوله انه مما تتوقعش ادخل يقولك انا بحبك لانه بص اي كلمة هيجري هيطير لانه يعني مش عارف مش عارف يوري وشه منك انت شكله معه طعنك عشر طعناط هو عارف هو عمل ايه كويس قوي عارف هو عمل ايه كويس قوي وعارف انه كان مبايع فرصة من ايده بس انت بقى مش هتسكت انت هتقوله انت لسه تندم وتعيط يلا يا عام يلا عام انا بحبك انت هتبين له مشاعرك على طول ممكن ولا هتعمل ايه دعنا نشوف كده بس برج الحوت هو وحشك قوي يا برج الحوت وانت هتفرح بيه قوي بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقولك انا غلط في حقك وتعالى نصلح العلاقة اه انت اش معقول يا برج الحوت كده وبعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة سابعة وانت هتقوله انا هشفيك انا هخليك تتشافي الشخص ده هيجي يقولك انا تعبان تعبان قوي انا غلط انا عادف انا غلط هتقوله ولا يهمك ممكن تتعبو بص ممكن في الاول تعمله الوش ده ممكن تعمله ان انت مش واخد بالك منه مثلا اول هو اهلا مسهلا تفضل تفضل اهلا بيك يا اخوي اهل اهل تفضل اه ها خدت ايه ها خدت ايه من اللي انت روحت لها كده مسلا ولكن انت في غرضك جوا نفسك انك عايسش فيه في غرضك جوا نفسك ترجع العلاقة دي تاني انت بتحبه بتوقم روحك متكدبش ع نفسك بقى متكدبش ع نفسك اكتر من كده اهو انت جواك دي خطوتك خطوتك ان انت ترجع له تاني لان انت شايفه الاستقرار هو شايفك ال king of bandkins وانت شايفه العشر كوبات احنا متفقين انت متفقين ده رجوع لا محال دي خطوت اللي هو ايز اخدها لو هو خدت خطوة دي انت هتاخد الخطوة دي ماخدش الخطوة دي انا مش اخده الخطوة دي بس بكل بساطة طيب بص بقى هو الان من ايه اللي قالقه او هو شايف ان العلاقة دي اه لو انا جت مثلا وقدمت عرض اللي ممكن يحصل بص بقى عشان هو عارف اللي عمله وعارف ان هو استفزك واخرج اسوأ ما فيك فهو خايف ان العلاقة دي تنتهي بالرفض عشان كده مش عارف يوري وشه منك خايف يرجع مع انك بتحبه بس واخد يرجع عمل بلاوي الشخص ده عمل بلاوي ايا كان ان العمل بصوة عمل بلاوي بلاوي بالنسبة لك فخايف يقدم عرض شخص ده عنده كبرياء بشع فخلي بالكم عشان دا او زي ما قلتلك هتصده جامد هيجري هيجري فخايف يروح يقدم لك عرض ترفضه يزعل بقى هو يزعل دايق بقى فهو خايف بقى بعد المدة دي كلها يعني هي هتقبل هتقبل مني ان هي ترجعني يعني بعد اللي احنا عمل دا فيه بتعمل فينا دا كله هيقبل يتكلمني مرة تانية او خايف كده مثل انت شايف عكس كده ان دي لحية غريبة يعني شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي يعني ايه دا في ايه على فكرة ممكن تكون العلاقة الاتراءة عكسية وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد وانت بقى اللي ندمان بس ايه ما اعتقدش ان انت اللي ندمان ما اعتقدش يا برب الحوت برب الحوت ما بيندمش على ايه حاجة سابها عموما يعني دا طلعت لك مقلوبة ودا كمان مقلوبة يعني الورق انا عدلية دا مش عدلية تخيل يلا جات مقلوبة وكويس ان هم جون مقلوبين شوف بقى يعني حظك يا برج الحوت ازاي خدت الورق ما مبسطش فيه وكرتك هنا كمان بص يا برج الحوت دي من عند ربنا على اسمش هتكلم تاني شخص دا كان بيتلاعب بك مش في الاول مش بيتلاعب كان بيتملص منك تيجي تقوله ازاك عامل ايه قد عليك بعد ثلاثة ايام عامل الحمد لله كويس كان كل ما تقرب منه يبات قرب يبات اللا لقى دي كانت اوف اون لو كنتم مرتبطين فهو هراك 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 خيانة تتكلمه تلاقيه ويتنجي مع واحدة مثلا تكلمه هتلاقيها مثلا عاملة لايك لواحد مثلا اي حاجة المرة دي عايز يجيلك بعرض عرض حقيقي عرض مش هجدب عرض كل حب انا حسب بامتك انا مش هجري منك تاني انا بحبك من الاخر انا عايزة شيب بقى اللي حصل لي شخص دا يا اما هي حاجة من حال تاني يا اما هو فعن ست وبعض هو اكتشف امتك يا اما دخل في علاقة تانية كانت علاقة ثلاثية والطرف التالث بالمعنى الاضطي كده مش هايزة اقول الكلمة علاوه بس هو خد الصابونة طيب اللي مفرحني في الليلة دي مع انك انت اه هو خايف منك ولكن العلاقة دي مستقبلها ان شاء الله باذن الله في الشعر لو انتو رجعتوا لبعض وان في شوية التاف في الاول الحركات دي كلها فهتبقى علاقة جاملة مش علاقة سلسية لا 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 هتبقى عبا في احتفال هتحتفلوا مقلوبة دي ولا ايه لا هتحتفلوا ممكن ممكن اه ده ممكن يقول لك ايه ناعز اتجاوزك يلا يا عم يلا يا عم نتجاوز يا عم انا ما خلصت خلاص شخص ده عايز اتجاوز على فكرة شخص ده عايز اتجاوز لان اه ايوة بقى هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده الكلام اللي يفرح شخص ده عايز ينهي الماضي نقفل صفحك قديمة بقى اقفل برب الحوت بقى اقفل وركز معايا كده ركز ده انا توقم روحك يا عم دي اللي علاقة هي دي انا 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 شايفك الكوين اف بانتكلز لو انت واحدة شايفك الكوين اف بانتكلز والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت اكتشف ان انت الصمير بتاعه بص بص الورقة بتكلم والله انته توقم روح وبتاع بعض يعني مش يزهر الشخص ده لو كان بياه تلاعب بيك فهو عارف قلطته طيب لو رجع يا برج الحوت في انتصار ده انت حد تكفل يا برج الحوت لو رجع تاني انا عارفة ان مشاعرك كويسة زي الصعنة هتفرح بس هال برج الحوت اه مش عارفة لتطلع ايه اه في حد ما بينامش في حد ما بينامش ممكن يكون هو اوكي اه في كاز حب هيتقدم طيب حالي تمام طيب برج الحوت تعتبوا بهدوء ولا تكمل في هزي العلاقة اعتقد يا برج الحوت ان انت مفروض ان انت متعبباش قوي لا يا برج الحوت هيبقى متكبر عليه بقى ما انت جيت لك ملعبي اه انت خايف اه شو قلتلكم انا كنت شك ان في حاجة هتحصل لا 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 لا. ليه كده يا بربا الحوت? ليه كده? ليه الكوين الكوين? ليه 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 ليه? ليه? انت هتديله كلام جميد قوي. ده انت شايل له شوية كلام لا حصل ولا يحصل. مش بقول لك انت يا خي. وعشان كده خايف منك. ومش عايز بالزبط ومش عايز يوري وشه خالص. ده هو بيحسد قلبي الف حساب يجي ولا مجيش. ده انت يعني شايل منه بطريقة. وعايز انتقل. وعندك هواجز. انت بتقول في نفسك انت انت في غريب او يا باب الحوت. انت بتحبه. وعايز معاه جواز. وفي نفس ذات الوقت انت خايف منه. بس هتحصل خناقة. هتحصل خناقة. وهتديله كلامي يعني جامد. مش زر. اللي هو بص بقى انا رفع لك سيفي وجاي لك او. انا لا خايفة منك ولا اي انتاش. انا مش خايفة منك خالص. طب الخناقة دي.